اهلا بحضراتكم من جديد بصوا دي وقعت 25 ينوى 96 زي النهاردة وإحنا بنعرض علشان تشوفوا كمية الزيف اللي بيحصل للحقائق وكمية تضليل الرأي العام والضحك على الشباب الجديد في الدعاءات المظلومية وإنه الأهل حصلوا كذا شفتوا الكابتن جمال الغندور وهو بينقل على الكابتن نبيل النصر اللي قالاهوله قبل المباراة وشفتوا الهدف نفسه كان مدى سلامته ازاي على فكرة اللي أفسد الأفصايد على الكابتن حسام حسن اللي حرق التسلل رمبو نبيل محمود مدافع الزمالك كان له رأي مهم جدا أو شهادة للأمانة مع الكابتن متحد شلبي الكرة أفصايد ولا لأ وإيه هدف الانسحاب فأمانة كان خروجنا من المباراة يعني خلاص هو كان النادر هذه كان يكفي التعادل ناخد التوري في المباراة دي نعم وطبع النتيجة كانت واحد صفرة والهدف ده أعتقد كان في الدعاء يعني 42 43 تقريبا يعني المباراة كانت انتهت والدوغة كانت انتهى فأحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا إيه نظلمها بقى علينا وعن نادي الأهل على كله ونعمل الوحادي ده أمان إيه لكن هي الكرة ما كانتش أفصايد خالص ده لا طبعا ما كانتش أفصايد طبعا ما كانتش أفصايد وهو الراجل بقوله الكرة ما كانتش أفصايد وعلى فكرة كملة بعد كده اللي احنا كنا عايزين بس نضرب كورسي في الكلوب عشان نباوض اليوم وده اللي قاله كمان مؤخرا الكابتن أسام مرعي نشوفه في المباراة اللي هي الفايصل مباراة النادي الأهل اللي احنا خسرنا فيها 2-0 اللي كان فيها الهدف التاني اللي اتقال عليه انه هو تسلل أوفصايد ومش تسلل أوفصايد ولا أي حاجة احنا وإحنا في قط اللبس خسرنا الماتش ليه ليه سطنة بقى قد كده وخناقاته مش هنلعب الماتش وهنلعب الماتش ليه لأننا مش عايزين يبقى كابتن قدر هو اللي موجود في الملعب أيوة كابتن بس أنا في الآخر افرد أنا كفريه النهاردة جي أي واحد بطلقة تقولت أسه أنا عايز ده انت وقعت لا لا خالص طيب الكابتن قدر عبر رزيم لعب المباراة دي اتا على فكرة ما كانش فيه أي خطأ في هذه المباراة لكن في نفس الوقت ان انت تكون من البداية محضر ان فيه تربص بيك او كل الكلام ده كله هو ده اللي خصرنا المباراة قبل ما نلعبها هو حضرتك بتعترف دلوقتي ان ده كان وهم ولا في أي حاجة دول أصحاب الحقيقة كابتن نبيل محمود كابتن عصام مرعي كابتن خالد كابتن جمال الغندور الحقيقة واضحة وضوح الشامس كلام كابتن عصام كلام عصام مرعي ده مهم جدا هو بفصار لك احنا كلنا بنتلاكك من قبل الماتش اليوم ما يحصل كده حنعمل كده وهنا بقى الكلام اللي بعد شوية الناس تجد بالكتبة وتصدقها وتصدرها للأجيال المتعاقبة ان ده حصل يتلقفها البعض الذي يريد ان يتلقفها ويستخدمها سواء داخل مصر او خارج مصر وتبقى تخش في هذه الديلمة شأنها شأن حاجات كتير جدا عملين يا جماعة نأكدها لكم بالدليل لأصحاب العقول وأصحاب الضمائر اللي عايزة توصل للحقيقة مش اللي عايزة توصل للهبد وتزييف الواقع وتزييف الحقيقة لان دي عملية اه هتنفع بعض الوقت ولكن هتتكشف هتتكشف لان في ناس وراها لها بالمرصد دي كانت على فكرة شهادة مهمة جدا للاطراف المعنية كنا نقدر نستعرض رأي الكابتن قدر عبو عظيم نفسه وهو بيحكي عن قصة اللي حصل والكابتن محمد توفي حامل الراية اللي كان ناحيته أو مسؤول عن اللعبة وازاي هو كان متأكد من سلامتها بس لقينا رأي رمبو يجب كل حاجة لانه الراجل قال لك انا اللي كنت مغطي وحساب حسن مشه في صايد احنا حبينا نضرب كرسي في الكلوب مدام اللي اهلي كده كده كسبان والماتش بيخلص ورأي الكابتن عصام مرعي زي ما المهانس عادل قال اخطر ما فيه ان يقولك احنا من قبل المباراة مخططين لكده احنا من قبل المباراة مشغولين بالاعتراض على الحكم احنا من قبل المباراة كل همنا رفض قدر عبد العظيم والكابتن نبيل نصير يقولك كابتن جمال الغندور لو مش انت اللي هتحكم مش هنكمل الماتش او مش هنلعب فشوفوا التخطيط المسبق ويتقال كلام للاجيال الجديدة الاهلي بيتجامل والتحكم مع الاهلي واصلوا مش عارف حصل ايه وتسمعوا اكاذيب كتير جدا عيش في المظلومية كما شئت اخلق لنفسك من الشمعات كما تريد بس بلاش الاهلي بلاش التجنع على حقائق البطولات للاجيال بلاش تصدير صورة للخارج تستخدم بالشكل اللي انتو شفتوه نتمنى ان تكون الصورة وضحت في كثير من الامور لكن دايما وابدا مهما فعل هؤلاء يبقى طريق الاهلي باستمرار وفي كل العصور مضاءا ب الشموع الحمراء التيتش المرجعية الاستورية كابتن محمود مختار تيتش الحارس الامين على تقاليد ومبادئ النادي الاهلى باش مانس هي انا قلتلك النادي الاهلى تبنى بشكل معين وكان فيه حرص على تداول تقاليد معينة تحافظ على فكرة الغرض من انشاء النادي الاهلى انه بيقدم المواطن الصالح وبيرعى المبادئ القلم انه يكون نموذج مشرف للرياض المصري وشفنا عبر طريقه اسهمات قياداته في تمصير الرياضة المصرية لكن محطات طوارس هذه التقاليد لماذا توقفت عند محمود مختار تيتش ليكون العلامة الابرز والصورة الزهنية التي تقفض الى زهنة اي رياضي مش اهلاوه بس عندما يتقال مبادئ يقولك التيتش سؤال هنا هفتح قسين لجملة بر السياق ده كابتن محمود مختار تيتش واحد من تقريبا خمسين كابتن حملوا شارة كابتن النادي الاهلي كان اول كابتن للنادي الاهلي احمد فقد انور واخيرهم الشناوي هنا انا عايز اقول حاجة بر السياق الكابتن محمود مختار تيتش ما بحبش ابدا تصنيف اي كابتن للاهلي انه ده الكابتن التاريخي شاد محمد على وجه التحديد واحد من نجوم العصر الزهبي اللي اده بكل الاخلاص مع كل زميله في الجيل الزهبي بس ما بحبش هذا التصنيف فكرة انه ده كابتن تاريخي لو هي الفكرة بعدد رفع الكؤوس اللي شالها شاد محمد طبعا انجاز رائع جدا وبيقولكو انا بحبه على المستوى الشخص وشايف فيه عطاءه اخلاص كتير بس يا جماعة بلاش تصنيف مين كابتن تاريخي ومين مش كابتن تاريخي لانه كابتن محمود مختارة تيتش بعظمته وحرصه على تقاليد النادي الآلي لم يوصف ابدا بانه انه كابتن تاريخ برضو بيبقى الفضل للجيل حتى يعني الكابتن لان احنا كده جردنا نكرة من الجماعية بالظبط يعني انت حققت البطولات دي كلها لان الجيل ده حقق البطولات دي كلها لانه حتى الجيل الاولان والرجل مدعش ان ده مش هو مش شادي مش شادي انا بتكلم على الاعلام والاعلام الاهلاوة على وجه التحديد علشان ما نكونش بنفرق بين كابتن الاهلي عبر التاريخ ده كابتن تاريخي فالتاني يبقى قل لا التسعة دوري بالمناسبة التاريخيين للنادي الاهلي بدأهم كابتن احمد مكاوي ككابتن ثم بعدها كابتن اشتركوا في القناة